وعلى شركة كاكتوس برود اللي أكدت نقابة صحفيين أن الشركة متعة كاكتوس برود المصادرة قادة تعيش في وضعية مالية واجتماعية كارثية أدت البيع كامل سيارتها في المزايد العلني والعقلة على كيفة معدتها وممتلكتها الفائدة تعدت أطراف وهذا هي نتيج تصرف إدارة الشركة وإغراق الشركة بالانتدابات على حساب التوازنات المالية للمؤسسة وعلى حساب مواطسة الشغل لصحفيين المهدين بقطع أرزقهم النقابة تلفت النظر إلى أن إدارة الشركة عمدت إلى ترد صحفيين من أبناء المؤسسة تعصفين وتجميد عديد الصحفيين داخل المؤسسة وشيطنت كل الأصوات المعارضة لها والمطالبة بعملية إصلاح وتدقيق في حسابات الشركة المصادرة كما زادت تلفت إلى أنه سبق أوضعت منذ أشهر ملف شركة كاكتوس برود المصادرة لدى وزارة المالية باعتبار وزارة المالية هي رئيس لجنة التصرف في الأملك المصادرة للتدقيق في وضعية الشركة لكن لم تتجاوب الوزارة إلى حد الآن وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل وجدي في كل التجاوزات اللي قامت بها الإدارات المتعاقبة ومحاسبة كل من تثبت إيدانته كما طالبت زاد النقابة بإيقالة الوكيلة وتعيين شخص من ذوي الكفاءة لإنقاذ ما تبقى من الملك المصادر شنية رأيكم؟ لحقيقة كاكتوس دايور حكينا عليه المشكلة يمكن الجمعة اللي فاتت بتاع شركة كاكتوس برود اللي من بعد ألفين واحداش من بعد المصادرة من بعد اللي تحط شخص خلينا نقوله بشي جاري الشركة هذي ومن وقتها بدأت شركة بشوية بشوية خلينا نقوله تتهاوى حتيكشن الخلطت للحالة هذي وجمع اللي فاتت ولا جمع اللي قبلة كنا حكينا كيفاش المتصرفة كيفاش أصلا قاعدة شركة تبيع في الحاجات اللي هي قاعدة تخدم بهم واللي هي ماهيش معقولة ومفكر مرة أخرى وإنه شركة كاكتوس برود رأي واحدة وخمسين بالميان منها رأي ملك للدولة التونسية والدولة التونسية لحد الآن بها اللي قاد يعملوا فيه الصحفيين والتطريق كل شي يراهو ما تدخلتش وقت اللي شوف لها عامل اجتماع والتلبرح مع نقابة الصحفيين ومع نقابة إضاعات والتلفازات الخاصة وما تدخلش وعلى ذاك دي ما نقول وإنه الكلام بتاعهم ظر رميد على العيون هذا هو اللي يريد وجوج التصوير اللي كنا نشوفه فيها كانت كونكتيو تواعلي فيم تيفي تلقاوها التصوير مع انتها زمالي أنا وأصدقائنا 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 وأنا أكيد رأوا كل واحد فينا معناتها في البلاتو هذي عنده شكون خدم غادي ولا كان يخدم غاديك تقول والله يدماج معناتها أنا أمبير كنت نخذر لها معناتها على حكاية بأعمالها بالبرامج اللي أنجتها بالمسلسلات بكذا وكثر يسر لحديث ومعناتها قاعدة تعاني يسر الشركة هذي تقول معناتها بالرسمي مساكن العبادة اللي في القطاع هذي اللي تحس وهو أنا كنا نعرف ومعناها مش بعاد على بعض الدومين أنا نقولوا إحنا القطاع صان لان دمان ما كش عارف على روحك حات شي ما هو مضمون ما فم حات شي معناتها ماشي ومهدد كل مرة مهدد بحاجة كل مرة مهدد صحفي مهدد بالطرد مهدد باعتداء اللفظي مهدد هو البره يصور بالاعتداء ساعات حتى المادي ربي على التهديد متاع الصحفيين وصلنا من بكري شوية أنه بزنس نيوز موقع بزنس نيوز بعث مصور لشارع لحبيب رقيبة لتغطية المظاهرات متاع ربات الجنفي كما تعرفوا اليوم وتم إقاف مصور بزنس نيوز هدية حسب نزار بهلول والتدوين اللي حبطها منذ قليل على موقع الفيسبوك ati شكرا في تغطية الكوفرة الفيسبوك نغطيوها في الأنهار يعني يشوف كيفاش نتعامل وفهم فيديو اخر زادة للبارح تفرجت فيه وانه اللجنة العلمية في انترفيو في قناة التسعة تحكي وتقول وانه هل حضرت الجويل شفناه وتنقشنا فيه مع قيادة امنية اللي قالت وانه يساعدها انه نعمل كفرة فهو سهل انه نطبقوه يعني وكا انه قاعدين نعمل في حاجات اليهيئة علمية ونصبها زو على قيادة الامنية ولا هم اشن يساعدهم في الهيئة المياه ياسر معناه صحي مش عالمياه ياسر اكي ما يقضي بالخاطر شوي انتقه كفرة فهو العشرة حتيش ستف نجموه بلايش شابيتر لناش كون مريف زولولاد اهل اهل امن باهين فيه ميسال شعطيهم الكفرة فهو خلي نمشيوا فيه المشروع اما تهديد الصحفيين راهو اشوف حقيقة ان رانا قاعدين نستسهلوا في الامور على اللخر انه كدولة اللي وعلى رأسها رئيس الجمهورية قا يسعيد انه تخرج مر تعلق الدستور وتقول الباب لول والباب الثاني اللي هما فيه باب لول المبادئ العامة الباب الثاني الحقوق والحريات اللي هو باب ضربت ضربت عليه وخسرنا برشة شهداء وماتوا برشة ناس آآ آآ عليها تقول انا راني باللي سير اني بش نحميه والراو انه الاعتداءات على الصحفيين قاعدة تزيد شهر بعد شهر ويوم 14 جنفي اللي هو انتي ما تحسبوش كرئيس جمهورية آآ يوم الثورة ولكن عند برشة وعند خلينا نقوله اغلب التوينسة الثورة هي 17 ديسمبر 14 جنفي يتوقف فيها الصحفي منعرفوش هذي ما زلنا في بداية نهار هو مبدأش لاحتجاجات تعرف انه تبدأ تقريبا اليوم مع الساعتين خير على خير دونك يتوقف صحفي مزاكه بط يخدم في هذي نكسة كبيرة كرئيس جمهورية انك تحكي على حماية الحقوق والحريات ويصير هذا ما شنية مصدقيتك كيفاش بشن صدقك انتي كتقول لي انا راني منيش بشنولي الدكتاتور انا راني منيش نولي مستبد شوف الكلام سهل اما الفعل هو ليطلبت للناس صدقك ويخليهم يتقو فيك